خبر مهم جدا عن اهتمام الدولة بالشباب وهو اجتماع الدكتور أشرف صفحي وزير الشباب والرياضة بعدد من رؤساء اللجان الشبابية بالأندية الرياضية المختلفة وكان بينهم بالتأكيد كبتن أحمد حسن رئيس لجنة الشباب بالنادي الأهلي وده ضمن إطار فعاليات الوزارة للاحتفاء باليوم العالمي للشباب الحقيقة اللي لازم تتقال إن الدولة المصرية وبطبيعة الحال على رأسها قيادة سياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتؤكد دايما على أهمية دور الشباب واستغلال كل طاقتهم الإدعية في البناء وفي التطوير المستمر بالإضافة إلى الدفع بالشباب في القيادة عشان يكونوا نواة التغيير والتطوير المستمر الدكتور أشرف صفحي أكد خلال الاجتماع إن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع لجان الشباب لتعريف كل الشباب بالخدمات المقدمة بصورة أكبر في المرحلة اللي جاية إن شاء الله أكيد مع تكتيف مشاركتهم في مختلف الأنشطة والمشروعات بالإضافة إلى توفير برامج وخدمات أخرى متنوعة ودي نقطة في متعلقة أهمية والإنسانية الحقيقة الخدمات الأخرى دي كلها متعلقة بيزاوي الاحتياجات الخاصة لازم تتقال الحقيقة إن في الفترة الأخيرة نهوان لاحظنا إن فعلا بشكل مرحوظ فيه اهتمام من القيادة السياسية ومن الدولة ومن الحكومة بالشباب مجرد عنوان الشباب ده بقى منور أول في الفترة الأخيرة وتحديدا بعد ما شفنا اللي هو منتدى شباب العالم اللي كان بيقام بشكل دولي فحلو الاهتمام بالشباب بس أنا هتفهم معك جدا كمان ويعني مؤتمرات الشباب كانت أكبر دليل لأن زمان إحنا كنا بنشعر وده مش من زمان قوي يعني بس كنا بنشعر إن الشباب إلى حد ما دايما الجيل الأكبر هو بينظر لي أو كان بينظر لنا إن إحنا من غير خبرة تماما إحنا إلى حد ما جيل مستهدر كنا بنسمع الكلام ده كتير ولكن بعد كده أصبح هناك استماع للشباب والرأي للشباب وكمان ممكن مش بس يسمعونا لأ إحنا ممكن كمان ياخدوا بكلامنا فدي نقلة وفي توصيات بتتنفس بالفعل دي نقلة كبيرة جدا إنت لما بتحس إن إنت آه ممكن تكون صغير في السن لكن بيبقى فيه برضو اهتمام من القادة عندك في الدولة وفيه دعم ده بيفرق بشكل كبير جدا عليك دلوقتي وعليك كمان في المستقبل فيمكن خليني كمان أرجوك يا كريم بالكلام اللي احنا بنقوله ده ليه الخبر اللي جاي لأن عدد كبير من الاتحادات الرياضية بموافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف ليهم الدفع الأولى من الدعم السنوي تحديدا 53 اتحاد أولمبي وغير أولمبي ده هيكون بقيمة 16 مليون جنيه وده رقم طبعا مش صغير الدعم ده هيكون مهم جدا في الفترة الحالية عشان يساعد بقى الاتحادات ورفع العبء المالي عنه استعدادا لعودة المنافسات والمسابقات المختلفة بعد تداعيات جائحة كورونا اللي احنا كل يوم تقريبا بنتكلم عنها حصل نتيجة هذه الجائحة توقف النشاط والتدريبات لفترة أكتر من أربع شهور وطبعا ده مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية